باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب باب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أمل تصعب والقلب هو السماء إم له إيمان بالله وقصد كريمك الآن هو اللي بيقرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن ولاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مشاهدين الأكارم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي في هذه الأيام العطرة المباركة خير أيام الدنيا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والقبول اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا يا مولانا توفيق الصائبين الصالحين وانفعنا يا ربنا بالقرآن والذكر الحكيم اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى نسألك فلا تردنا خائبين فلا خاب من أنت مولاه أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين نسألك ببركة هذه الأيام أن تغفر لنا وترحمنا وتوفنا غير مفتونين نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وما زلت مشاهدين الأكارم أطوف بحضراتكم في هذه السلسلة النورانية العظيمة في سلسلة الإيمان ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين طول من أنت مؤمن ربنا هيعزك وكان حقا علينا نصر المؤمنين يبقى ربنا حينصرك انت راج المؤمن وبشر المؤمنين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طول من أنت إنسان مؤمن وبتعمل الصالحات ربنا حيبشرك بما يسرك ويدفع عنك ما يضرك وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم طول من أنت مؤمن ربنا حيمن عليك بالهداية اللي بتطلبها منه في سورة الفاتحة وتقول له إهدنا الصراط المستقيم الإيمان بيجيب عزة الإيمان بيجيب نصر الإيمان بيجيب هداية الإيمان بيجيب ثبات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة استنى إيه هو القول الثابت ده الآية بتقول إن ربنا بيثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيه القول الثابت هو قول لا إله إلا الله إعلان الوحدانية لله محمد الرسول الله الله ما صلي عليه فربنا بيثبت المؤمنين يعني طول ما أنت مؤمن ربنا حيثبتك على الإيمان وهيثبتك على قول لا إله إلا الله ده في الحياة الدنيا وفي الآخرة القبر أول منزل من منازل الآخرة يوم ما نجي نغادر الدنيا ربنا هيلهمنا القول الثابت هنقوله بمنتهى طلاقة اللسان هيجي ملك الموت عشان يقبض الروح هتلاقي لسك ربنا يعطيك الصحة والعافية ويبارك في عمرك بس لما تيجي اللحظة كلين هتجينا اللحظة دية قل يتوفاكم ملك الموت ساعتها هتلاقي نفسك كده تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتغادر الدنيا على الشهادة فتروح الجنة من اللي ثبتك ربنا وثبتك ليه لأنك إنسان مؤمن دائما تسعى لتحقيق الإيمان ولما نروح بقى الأخرة والقبر أول منزل من منازل الآخرة ويأتي الملكان عشان يسألان العبد في قبره فهتلاقي المؤمن بقى الملكان يقول له من ربك التثبيت بقى يقول ربي الله حقا ومحمد نبي صدقا وديني الإسلام والكعبة قبلتي ما شاء الله بيسترسل لأنه عش مؤمن شوه هيجوا الملكين في القبر يقول له من ربك يقول لهم ربي الله حقا ومحمد النبي صدقا وديني الإسلام والكعبة قبلتي والقرآن إمامي وأنا عشت ومت على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم جعلنا منهم يا رب الإيمان يا حضرات إذن نحن نسعى في هذه السلسلة المباركة إلى تحقيق الإيمان حلوة أوي النهاردة بمشاءة الله تبارك وتعالى عايزين نتعرض لثمر جميلة أوي من ثمرات الإيمان وخصلها من خصال المؤمنين وصفها من صفاتهم مش من صفاتهم من أهم صفات المؤمنين مش النبي قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة النهاردة مع شعبة هامة من شعب الإيمان يا سعدنا يا هنانة لو الشعبة دي موجودة عندنا وحققناها والله والله الذي لا إله غيره تضمن سعدتك دنيا وآخرة خلونا نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل بمشيئة الله نعرف إيه هي الشعبة العظيمة دي من شعب الإيمان جت في صدر صورة جميلة وعظيمة صورة مدنية من صور القرآن وربنا بالكلم عن المؤمنين جاب لنا الصفة دي بعد ذلك الفاصل بمشيئة الله تبارك وتعالى ابقوا معنا جزاكم الله خيرا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مشاهدين الكرام أجددوا لحضراتكم التحية مع شعبة عظيمة من شعب الإيمان هتلاقي دي حضرتك جاء الحديث عنها في تاني آية في صورة الأنفال شعبة عظيمة من شعب الإيمان ربنا سبحانه وتعالى بيكلم المؤمنين اللي كانوا مع النبي كمان في غزوة بدر وبعدما الغزوة انتهت جوهم يفكروا الغنائم هتتوزع أزاي فربنا قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ملكوش دعوا بالتوزيع فاتقوا بيكلم المؤمنين جوهم يسألون في جنب عمر بيقولوا انت زي تقول أمير المؤمنين كده حد يقول أمير المؤمنين تقيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم المؤمن يا حضرات لما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى أمامه تلاقي قلبه بيهتز لأنه هو الحب كده مش انت بتحب ربنا قال لك قال لك الحب هو هيجان القلب عند ذكر المحبوب شوف أنا أول ما أقول لك وإيه لبايك اللهم لبايك شوف إيه اللي بيحصل لك قلبك بيهتز آه نفس روح حج لبايك اللهم لبايك إيه ده شوف لما بتفتح التلفزيون مثلا وتيجي على القناة كده وجايب لك المسجد النبوي والروضة الشريف شوف إيه اللي بيحصل لك قلبك بيهتز ليه بتقول والله عايز أروح أزولي النبي لما بتشوف الكعبة قال فجعل أفئدة من الناس مش كل الناس أفئدة من الناس تهوي إليهم تلاقي قلبك عايز يخرج من مكانه إيه اللي بيحصل ده آه ده التفاعل القلب إذا ذكر الله وجلت قلوبهم سواء بقى المؤمن هو اللي بيذكر ربنا وبالتالي مع ذكر الله قلبه حيبقى فيه وجل وخوف أو بيسمع ذكر الله عز وجل بس الأول عايزين ناخد بالنا عدة نقاط مهمة جدا رقم واحد أعلى وأقوى وأفضل العبادات على الإطلاق هو الذكر اتفقنا؟ قال تعالى ولا ذكر الله أكبر أكبر عبادة على الإطلاق واحد راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه تقول لي حاجة بقى أتشبث بيها النبي قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عرف رطب لسانك دايما بذكر الله يبقى ذكر ربنا هو أقوى عبادة على الإطلاق ده رقم واحد رقم اتنين ذكر ربنا مش بس في العلن لا سرا وعلانية يعني فيه أذكار بتقولها في السر وفيه أذكار بتعلن الأذان مش الأذان ده ذكر لله بنقوله جهارا عشان نقول المؤذن وطي صوتك وطي صوتك لا ده إعلان شوف التلبية تخيلوا حضرات النبي عليه السلام قال كده قال خير الحج العج والثج ايه كلمتين الصعبين دول طب الثج نبدأ بيها مش انت بترى في القرآن في صورة النبع وأنزلنا من المعصرات ماء ها ثجاجة ثجاجة يعني ما ينزه كتير 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 أيوا ايه الثج ده خير الحج العج والثج الثج اللي هو دبح الهدي الناس هناك بتتبع بقى نطلع عندك مليون حج ولا اتنين مليون شوف كم خروب شوف كم خروب بيتدبح وفتلاقي الدماء بقى كده في أرض المنحر هناك عند مينة كده فده حاجة حلوة ليه فاكلوا منها و أطعموا البائسة الفقيرة عشان نأكل الفؤرة ده بالنسبة الحجاج القرآن يقول كده أنه فما استيصر من الهدي يقول فيه هدي ماشي طب ايه العج بقى قال لك العج هو الجهر بالتلبية يعني ما جيش أقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك شوف يبقى أول حاجة ذكر ربنا أفضل و أعظم و أقوى عباد على الإطلاق رقم اتنين بيبقى سرا و علانية آه فيه أوقات كده بنجهر بنجهر بالذكر تمام و أحيانا يبقى فرادة و جماعات ممكن نذكر ربنا و أنا أقعد لوحدي بقرأ قرآن و بسبح و ممكن نذكر ربنا جماعة إزاي نذكر ربنا الجماعة إزاي ما احنا بنلبي كده ما احنا بنلبي مع بعض هو كل واحدة يلبي مع نفسه بنلبي مع بعض استنى و التكبيرات بتاعتنا ها لما بنيجي و نصال العيد هو قلعه بيكبر مع نفسه و احنا بنكبر مع بعض و الإمام لما بيقرأ بنا الفاتحة و لالضالين كلنا في نفس واحد بنقول آمين كنا مع بعض لأ و بعدين بيقول لي ايه الله ما صلي عليه إذا أمن الإمام فأمنه فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له أصبح بقى احنا مشتركين احنا و الإمام و الملائكة مع بعض شو يبقى احنا عرفنا ذكر ربنا أفضل عبادة على الإطلاق ذكر ربنا يكون سرا و علانية طب ليه سرا آمه و النبي علمنا كده برضو لما نبقى قاعدين في المسجد كلكم مناجن ربا كلنا بندعي ربنا طيب نعمل ايه يا سيدنا النبي قال بقى يعني ما نقزيش بعض لتخيل أنا قاعد في المسجد و حضرك قاعد جنبي و الحج محمد قاعد جنبي و الحج عبد الله قاعد قدامي و الحج عسن في الصف اللي ورايا و أنا بقى مسجد المصحف بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله و الرسول طب و اللي جنبي بيقى رسولة الفتح با طب والتاني اللي بيقى رسولة الملك طب و اللي ورايا اللي بيقى رسولة الإسراء يروح فين هنشوش على بعض طب و اللي واقف قدام كده بيصلت عائد المسجد هيعمل ايه آه يبقى فلا يؤذيننا بعضكم بقى حد الشئذ التاني بقى يبقى كل واحد يسمع نفسه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال اللي جنبي ما يسمعنيش يبقى ذكر ربنا أعظم عبادة ذكر ربنا سرا و علانية فأوقات يبقى سرا أوقات نبقى حالي ده الظهر الظهر بنصاليه سر والعيشة بنصاليها جاهر سبحان الله ماشا و يبقى فرادة فرد واحد بيزخر ربنا الوحد و يبقى جماعة في ذكر جماعي ده له حالات و ده له حالات جميل قوي خد بالك بقى من الأمر اللي جيد أمر غاية في الأهمية و ذكر الله تبارك و تعالى لا يكون فقط باللسان إنما يكون بالقلب مع اللسان إذا ذكر الله وجلت قلوبهم القلب كمان بيتفاعل يا عشان كده خلينا أذكركم بالآية العظيمة دي و طلعكم فاصل و نرجع بعد الفاصل نكمل الموضوع شوف الآية ربنا بقول لي في سورة الكهف و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يا خبر ما قال شيء أغفلنا لسانه قلبه عن ذكرنا يبقى القلب لازم و حتما و ضروري يذكر ربنا لازم و أنت بتقرأ قرآن قلبك يتفاعل مع اللي أنت بتقرأه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم اللهم اجعلنا منهم ألتقي بحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا جعلني الله و إياكم من الذاكرين اللهم صلي و سلم و بارك على سيدنا محمد و آله مشاهدين الكرام أجددوا لحضراتكم التحية من شعب الإيمان الجميلة و من صفات المؤمنين العظيمة و من خصالهم الحسنة إن المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه القلب بيتفاعل مع ذكر ربنا سبحانه و تعالى شوف القرآن يقول ليه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ألا طب و ليه رب بتقول لنا المثال ده ربنا يقولوا تعرفين القرآن لو نزل على جبل الجبل مش عيب أجبل الجبل مش عيب أجبل قال له ليه يعني قالوا تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بقى القرآن كلام رب العالمين لما ينزل على الجبل الجبل يخشع و لما القرآن ينزل على القلب القلب بيبقى قاسي ازاي يعني ده القرآن علمنا ثم تلينوا جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله شوف ازاي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلينوا جلودهم و قلوبهم إلى ذكر الله شوف الجمال قلب بيلين و قلب بيلين لذكر الله تبارك وتعالى الذكر بيأثر فيه ذكر ربنا سبحانه وتعالى عرفنا من الذكر هو أفضل عبادة على الإطلاق و عرفنا الذكر بيبقى سرا وعلانيا و عرفنا أن الذكر فرادا و جماعات تذكر ربنا لوحدك و حيننا تذكره جماعة و عرفنا أن الذكر اللسان و القلب معنا خذ دا لك بقى من الأمر الخطير دا و الذكر بالنسبة للمؤمنين عشان يبقوا مؤمنين و يتقال عليهم مؤمنين لازم يذكروا الله كتير يا أيها الذين أمنوا قلنا له نعم يا رب قالوا ذكروا الله قلنا له قد قال ذكرا كثيرا ما ينفعش قليلا لا ما ينفعش ليه يا شيخ بتضيئة كده ما ينفعش اللي بيذكر ربنا قليل هم المنافقون و إحنا ما ينفعش نقلد الناس دول ربنا قال عنهم عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا شوف في صورة النساء طيب يبقى المؤمن بيذكر الله كثيرا و في صورة العزة بيقول لي و الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات أعد الله لهم مغفرة و أجرا عظيمة كتروا من ذكر ربنا خاصة في هذه الأيام المباركة بيبقى بتذكر ربنا سرا و علانية فرادة و الجماعات باللسان و بالقلب و اللسان و الجنان بتذكر ربنا ذكرا كثيرا أقول لي حضرتك على حاجة عجيبة أوي إيه الحالة اللي تبقى أصعب حالاء على الإنسان أو أصعب حالات الإنسان ربنا يكفينا الشر عند الخوف عند القتال عند الحروب اللهم جنبنا يا رب جنبنا الحروب و ويلات الحروب اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاءا رخاءا وسائر بلاد العالمين يا أكرم الأكرمين تخيلوا ربنا بيقول للمؤمنين بقولهم يا أيا الذين أمنوا قلنا له نعم يا رب قال إذا لقيتم فئة زي ما كان عندنا حرب التحرير زمان في تلاتة وسبعين العشر من رمضان حرب اكتوبر كنا بنحارب العدو اللي اغتصب أرضنا والحمد لله ربنا كرمنا وأجددنا اللي دخلوا المعركة وأبائنا اللي دخلوا المعركة رجعونا الأرض تسلم الأرض ويسلم اللي حرر الأرض ويسلم اللي حافظ على الأرض والعرض شوف طيب قال إذا لقيتم فئة أيوة قال فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون عشان كده والله ربنا كرمنا ونصرنا والله عشان جنودنا البواسل جنودنا البواسل كانوا في رمضان وكانوا صيمين وكانوا عمليون الله أكبر الله أكبر نذكروا ربنا شوف يعني بيقولك بيقول في الحرب اذكروا ربنا أما في السلم نعمل ايه إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله وبرضو قال كثيرا حتلاقي أن الذكر بالنسبة للمؤمنين وصف بالكثرة يبقى لازم نذكر ربنا ايه كثيرا جميل يبقى عرفنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم طيب انت هتذكر ربنا وقلبك هيتفاعل وإذا ذكر الله لازم قلبك برضا هيتفاعل النبي اللهم صلي عليه ربنا قال له وإنك لتلقى القرآن النبي بيتلقى القرآن من مين يا حضرات من الوحي وممكن يتلقى من ربنا مباشرة بلا وسطة بلا وحي يعني ممكن جبريل ينزل بالآيات أو النبي يتلقى الآيات من ربنا أو يتلقى الوحي من ربنا مباشرة بلا وسطة بلا جبريل جميل أول يبقى نقدر نقول كده النبي سمع القرآن سمع القرآن من جبريل آه طيب طيب سمع من ربنا طابعا طيب سيدنا موسى سمع من ربنا وكلم الله موسى وقال له كلموا كلموا يعني ربنا كلم سيدنا موسى كلام كلام كده مباشر قال وكلم الله موسى تكليما واضحه طيب السؤال بقى اللي سمع القرآن أو تلقى القرآن من ربنا وتلقى القرآن من جبريل سمع القرآن من جبريل تفتكروا يسمعوا من حد تاني لو سمعوا يعني إيه لا إذا كان سمعوا من جبريل تخيره بقى لما نبي يجيب الصحابة كده يعدوا قدامه ويقول له اقرأ يقول له نعم يا رسول الله يقول له اقرأ 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 قرآن يقول له اقرأ وعليك انزل يعني ده القرآن نزل عليك انت انا اللي راود عشان انت تسمع فنقول له اني احب ان اسمعه من غيري فانت لما تسمع ذكر ربنا بتتفاعل مع ذكر ربنا ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ألوى كثير منهم فاسقون لانه في قليل صالحون قرآن منصف يبقى اذا من اهم صفات المؤمنين انهم رقم واحد بيذكروا ربنا وبيذكروا ربنا ذكرا كثيرا وبيذكروا ربنا في كل الاوقات وبيذكروا ربنا سرا وعلانية جهرا نهارا وليلا في السراء والدراء في كل الاوقات ذا بيسأله ستين عائشة متى كان يذكر النبي ربه عشان نذكر زيه متى كان يذكر النبي ربه فقالت الصديقة بنت الصديق ستين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي يذكر الله على كل احيانه يا خبر كل حاجة كل حاجة بيعملها النبي كان لها ذكر اي حاجة هينام يذكر ربنا هيصحى من النوم يذكر ربنا هياكل يذكر ربنا خلص أكل يذكر ربنا هيا يشرب يذكر ربنا خلص شرب يذكر ربنا داخل الجامع يذكر ربنا خارج من المسجد يذكر ربنا إيه ده لدرجة أنه حاجة عجيبة قوي سبحان الله العظيم النبي لما كان يذهب لقضاء حاجته من نعم ربنا احنا بنأكل ونشرب والفضلات دي بقى إذا كانت سائل بتروح على المثانة تتجمع في المثانة وتنزل في البول وإذا كانت غير ذلك عارفين حضراتكم سبحان الله البول والغائط طيب ده بحد ذاته نعمة الإخراج نعمة إن الجسم يخرج الحاجة الزائدة عن حاجته اللي مضرة دي نعمة كبيرة من ربنا تمام يا حضرات إلا أننا نلاقي حاجة عجيبة قوي يعني أنت بعد ما بتخلص قضاء الحاجة بتقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني اللهم لك الحمد يا رب تخيل لوحد لو اتحصر في البول انت بقى مصيبة يعني بالنسبة له طيب لي سيدنا النبي اللهم صلي عليه لما كان يقضي حاجته اللهم صلي على سيدنا النبي يا رب يقول غفرانك 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 دي وانا كنت بعمل حاجة حرام أنا بطلب سمعني يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي إيه دقيقتين كنت بقضي حكتي ده ده نعمة إن أنا آكل والفضلات الزائدة تخرج ده نعمة من نعمة ربنا ده لو حد يقول لك اعمل له هنا شراجي ده مش ردة ده اعمل له ايه اعمل له المسان مش قادر يعمل حمام ده مصيبة سهودة مش قادر يعمل حمام صح ده لو اتحجز في الموضوع ده اكتر من كده يحصل له التسمم وكيد وكيد وستزيتنا الأطباء بيشرحوا لنا الحاجات دي اللي النبي يقول غفرانك عارفين ليه يا حضرات النبي كان بيستغفر ربنا على الدقيقة ولا الدقيقتين اللي كان بيقضي فيهم حاجته لانه لم يستطع ان يذكر الله تنزيها الاسم اللي ما يصحش اذكر ربنا في المكان ده يعني بيقول لك مما اثر عن الصديق رضي الله عنه ابو بكر الصديق كان دائم ذكر لله دائم ذكر لله فكان لما يجي يروح الحمام يخاف لسانه يذكر فيه واش اخذ ذلك فكان يعط حاجة بقه كأنه بيمسك لسانه يعني عشان ما يغلطش ويذكر ربنا لانه دائم على ذكر الله اذا فلنحرص على ذكر الله ذكرا كثيرا فربنا علمنا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما ونكثر من الذكر خاصة في هذه الايام المباركة وزي ما الاية قالت لنا اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يتفاعل القلب ويضطرب القلب ويخشى ويخشع اثناء ذكره لمولاه سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك اوابين لك قانتين لك مخلصين لك مخبتين يا ارحم الراحمين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله